أعادت الأزمة اليمنية إلى صدارة الاهتمام لدى الإدارة الأمريكية الحالية حيث أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أنه سيصنف ميليشيات الحوثي في اليمن مدعمين من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية وسيدخل التعيين حيث التنفيذ في التاسع عشر من يناير أي قبل يوم واحد من تولي الرئيس المنتخب جو بايدين منصبه وتهدف هذه القرارات التي اتخذتها واشنطن بتصنيف ميليشي الحوثي جماعة إرهابية بالإضافة إلى ثلاثة من قياداتها وهم عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي وعبد الله الحكيم المعروف بأبو علي الحاكم والقائد العسكري والميداني للميليشيا وتهدف إلى تحميل الجماعة المسؤولية عن أعمالها الإرهابية بما في ذلك الهجمات عبر الحدود التي تهدد سكان المدنيين والبنية التحتية والشحنة التجارية من المتوقع أن يكون لهذه القرارات تداعيات كبيرة على الجماعة وسيؤثر على نشاطها العسكري وسياسي داخل وخارج الحدود كما أنه من الناحية العسكرية سيعمل القرار على تجديد مراقبة الحدود اليمنية لمنع إيصال الأسلحة لجماعة الحوثيين وقد يستدعي الأمر ضربات أمريكية جوية مباشرة لاستهداف قادة الجماعة وفق مراقبين كما ستمتد أثار هذا التصنيف إلى فرض عقوبات مالية وتجميد أموال وحسابات مصرفية لشخصيات وشركات تابعة لقيادات في الجماعة أو الموالية لها وسيتم حضر إرسال أي معدات تكنولوجية للمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وكانت إدارة ترام تدرس التصنيف الرسمي للحوثيين على أنهم منظمة إرهابية أجنبية منذ شهور لكن هذا الجهد تعثر بسبب الخلافات الداخلية حول ما إذا كان يمكن تطبيق العقوبات بشكل فعال دون تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة في اليمن ويشير مراقبون إلى أنه تم التغلب على اعتراضات وزارة الخزانة الأسبوع الماضي بعد ترتيب استثناءات معينة من العقوبات تسمح بمواصلة أعمال الإغاثة